اشتركوا في القناة المسلحة الايرانية العميد امير حاتم يقول لا يجوز اتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات بين دول المنطقة بالاضافة الى ذلك العراق يقصف مواقع لداعش في سوريا واعتبر العراق هذا الامر وهذه الضربات هي ضربات مؤثرة وحيوية ضد التنظيم الارهابي وايضا الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوجد اليوم موجود على قائمة مجلة تايم الامريكية ضمن الشخصيات الاكثر تأثيرا في العالم والامير العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق قال المجلس وافق على ضم الفصائل المسلحة الازيدية الى القوات المسلحة العراقية والحجدة الشعبي إذن أعزائي المشاهدين سأناقش هذه المواضيع والمحاور مع ضيفي هنا في الستوديو الباحث في الشأن الموصلي الأستاذ سعد يوسف الصائغ أهلا وسهلا بك أهلا ومرحبا بك وبقناة التغيير ورحب بجمهور المتابعين في هذه القناة أهلا بك خلينا نبدي استاذ سعد من طبعا حطينا التصويت حول موضوع مهم جدا اليوم بالحلقة حول قصف عراق لمواقع داعش في سوريا السؤال كان هل أنت مع قصف العراق لداعش الارهابي في الأراضي السورية نعم أو لا وأتمنى من الزمين المخرج أن يظهرنا النتيجة الآن على الشاشة كان التصويت واضح جدا المواطنين العراقيين كلهم صوتوا بنعم بنتيجة 80% ولا بنتيجة 20% يعني باختصار اليوم المواطن العراقي دي يشوف بأنه يجب أن نقصف داعش أينما كان أينما حل لازم نقضي عليه واليوم الشعب العراقي كله مساند إلى هذا الموضوع كفانا تعلمنا من أخطائنا السابقة ولازم نقوم بعمليات مشتركة مع الدول الأخرى للقضاء على الأرهاب كيف ترد وشون شفت النتيجة؟ أنا بالتأكيد مع أي عملية لتصفية داعش في المنطقة خاصة في المنطقة العربية لأنه المنطقة التي تعرضت إلى هجمات كبيرة وكان حصة العراق وهي الحصة الأكبر وتضررا من تنظيم داعش ومدى ثلاث سنوات لاقت مدينة الموصل الجزء الكبير والضرر التي تعرضت له هذه المدينة على مدى ثلاث سنوات وما قام به داعش من أساليب في قتل هذه المدينة رجالها نسائها حتى الأطفال لم يسلموا من عصابات داعش وأنا أوثق يوميا شهداء مدينة الموصل وعندما أشوف وأقرأ يصني هذا الشهيد أسبابه أنه طفل عمره سبعة سنوات يقصف بطلقة من داعش وهو في باب داره ورجل مسين عمره ثمانية وثمانين سنة ينقل ابنه إلى أقرب مكان لغرض العلاج ومعه حفيده يقوم داعش بقتل هذا الرجل الكبير لعمر ثمانية وثمانين سنة وابنه الطبيب وحفيده في وامرأة تتكلمت الجهاز الموبايل مع قاربها وتجهي الإخبارية وتعدم في أمام دارها جرائم لم يشهد له التاريخ ولم تشهد مدينة الموصل منذ تأسيسها عام ستمية إلى حد الآن ستمية واثنى حد الآن فجرائم داعش شوفت الويلات وسقوط الموصل وتعبعها المحافرات الأخرى اللي أدت إلى دمار المدينة زين بس أكون معلقين اليوم من اللي صوتوا ولا باللي هم معارضين لموضوع قصف العراق لمواقع لداعش في سوريا يقول لك هذا شأن سوري إحنا مهمتنا إنه نأمن الحدود العراقية هذه المنطقة معنية بها الولايات المتحدة الأمريكية بالقصف مو إحنا ليش ندخل نفسنا بموقع بدولة أخرى وإحنا حقيقة يعني يكفينا ما علينا عندنا مشاكل تكفينا ليش ندخل هذه الدخلة؟ هذا تعليق أحد المعلقين اليوم على هذا السؤال هو ضرب داعش في داخل العمق الأراضي السورية الغاية هو اتفاق سوري عراقي إيراني روسي اتفاق في محاربة داعش ضربه داخل الأراضي السورية حجة العراق أنه غد يأمن حدوده واليوم الحدود تم تأمينها بشكل إذا جيت إلى رجعني إلى الوراء أنه أسباب سقوط الموصل منذ 2003 كل الحدود العراقية حدود سائبة كل من يدخل ويخرج بكيفه وكان دخول داعش من الجهة الغربية لمنطقة الصحراء من السورية الدخل بدون ورقيب بدون محسب وإلى أن دخل الأحياء السكنية طيب كانت الأراضي مفتوحة على مصرعية طيب بس أنت عندك حقيقة بالفترة اللي مضت بال2014 إذا تذكر سوريا نظام السوري قصف أيضا بالأنبار الدواعش بضربة جوية وصارت اعتراضات كثيرة منها حتى اعتراضات من ناس مسؤولين بالعراق بأنه هذه تدخل أو خرق للأجواء العراقية وقصف وكذا ليش اليوم الأمر هذا أصبح مقبول بينما بالماضي ما مقبول نهائيا وحتى البعض قال يعني هذه تقريبا تشابه تشبه السياسة الإيرانية يعني إيران تحب تدخل بالبلدان الأخرى فالعراق اليوم ده يقصف وده يعاون نعم لكن نوعا ما يقول لك هذه تختلف عن بعضها هل هي فعلا تختلف؟ العراق لأول مرة يستقدم هذا الأسلوب بالتدخل بالشأن دولة جارة هي سوريا بس هو اتفاق بينها من 2003 كل الدول سواء الدولية أو الأقليمية تدخل بشؤون العراق والعراق لا يتدخل بل لا ينطي رأيه في شؤون في شؤون تلك الدول بس هذا حتما أن تدخل من الدعاية الانتخابية العراق أنه يستطيع تابع فلود داعش في خارج الأراضي زين هذا ما تعتقد رح يطي تبرير اليوم للميليشيات اللي دوليا هي متهمة بدخولها بدول أخرى ميليشيات قد تكون مقاتلين عراقيين في سوريا وكذا الأمريكان معترضين عليهم كثيرا تعتقد اليوم هذه الضربة أعطت مبرر لكل تواجد في سوريا كل تواجد في سوريا مبرر شعبي بأن يقاتل ضد داعش هذه المسألة المفروضة تسقط اليوم وما يقولون بعد أكون مقاتلين عراقيين وميليشيات تابعة لإيران وكذا خلاص كل داخل اليوم في سوريا تعتقد مبرر بها هو الميليشيات والعراقية قبل هالوقت هي في داخل سوريا تقاتل داعش طيب نعم بس ها من أنتت مبرر هذا السؤال أنتت مبرر بس يعني عند اتفاق مسبق من العكومة السورية أنه محاربة داعش داخل أراضي لتحتى لأنصار ضغط على داعش داخل سوريا فخوفا أنه لا يسير تسويبي يدخلوا مرتلق على الصحراء باتجاه الأنبار وباتجاه المصر فصارت هذه العملية الاستباقية بضرب داخل العمق السوري طيب أنت رجل عندك خبرة عسكرية وتعرف بهذه الأمور وهذا ضرب العمق السوري نعم هل فعلا مثل هذه الضربات خلينا نحجي عسكريا اليوم خلينا نخلي السياسة على صفحة الضرب مثل هذه الضربة العسكرية هل فعلا هي رح تأثر مثلا على داعش ما داعش عندك موجود لحد الآن بمناطق عديدة في ديالة وموجود إلى خلايا موجودة في كاركوك ورايات بيض وخضر وصفور وموجودة على كافة الأشكال داعش اليوم عسكريا هاي مؤثرة مثلا حتى تضعف داعش في العراق مثلا هو نقطة عملية استباقية لتأمين الحدود نعم إذا كانت جمعهم بعدد كبير وعلوماته الاستخبارية تؤكد أنه عندهم مواقع قريبة من الحدود العراقية من جهة شمال مدينة الموصل أو من قرب من الأنبار هاي العملية تدخل ضمن عملية متابعة في الداعش خارج العراق بس اليوم مراقبين همين حطوا تساؤلات حقيقة من مقالاتهم قالوا يعني هذه الصواريخ اليوم اللي انضربت من الطائرات الأف-16 العراقية مينو حيدفع فاتورتها اليوم الحكومة العراقية عادها عجز مالي مدى تقدر تبلط شارع بالموصل شون تضرب تيجي تضرب صواريخ وتصرف هذا الصرف وإحنا بعجز مالي ويعني ملتزمين بقروض الله يعلم شون حندفعها العراق يعني اليوم عنده فقد مبرر أمام شعبه في تدخل بهكذا تدخل أنه في محاربة داعش فعنده الضوء الأخضر من الشعب لأنه داعش أدى إلى دمار مدن بكاملها وناس التي تحت الأنقاض فهذا مبرر ودليل أنه الإحصائية لأثمانين بالمئة من رأي الشعب أنه موافقين لضرب داعش حتى خارج حدوده خوفاً لا تتكرر العملية مرة ثانية ويدخلون إلى الموصل ويدخلون إلى الأنبار وتتكرر العملية والمآسات من جديد تعتقد راح تأخذ مآخذ هذه الضربة التي صارت العراقية وسببها مآخذ على الانتخابات إذا هي بنفس الوقت هي دعاية انتخابية بس الجانب السري لا أحترد لأنه هناك اتفاق ويوجد اتفاق معه مع إيران في هذه العملية يعني دعاية انتخابية للحكومة باحتمال تكون ضمن الدعاية الانتخابية ونفس الوقت هي هم دعاية ونفس الوقت هي محاربة الداعش في العنقل بس الرجل اليوم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما يحتاج دعاية يعني يكفيك مجلة التايم اليوم حطته بأول من أول الشخصيات المؤثرة بالعالم يعني هو محتاج مثلا يضرب لكم موقع مثلا لداعش العرابي ما محتاج الرجل عنده انجاز بتحرير العراق من داعش استقرار العراق وعدم مثلا استقلال كردستان وهذه الفكرة اللي كانت بالانفصال عنده انجازات يذكرها يعني وما يحتاج قصف طائرة طائرتين ثلاثة أو حتى عشرة في سوريا حتى يسوي إعلان النفس فالبعض قال لها جزء من الحرب على الإرهاب لازم تستمر هو صح الحرب على الإرهاب يستمر إلى أن يقضى على الإرهاب ليس في العراق فكل العالم نعم طيب يعني هس احنا بهذه الضربة حمينا الموصل برأيك يعني احنا إذا استمرنا بالضربات من هذا الشكل الغزو اللي صار في 2014 للموصل نعم رح يوقف مثل مثل هذه العمليات من داعش إنه يستغلها ويطب للموصل ويرجع خلافة المزعومة الإرهابية هاليوم الوعي للمواطن الموصل الوعي متكامل يعني عندما يرى حتى لو كان أخوه أو من عمه كان سابقا موجود ضمن أو ساند يخبر عليه الكلام تغير عن كان قبل 2014 لأنه قبل 2014 كان تنظيم القاعدة كان متغود داخل القطاعات الجيش في الشرطة قبل السقوط الموصل قبل السقوط عندما المواطن يريد يخبر عن استفزاز أو طلب مبلغ معين أو أحد قتل أحد عندما يجي يشتكي في المركز الشرطة يشوف بعض الساعات يجون عليه لأنه بداخل مركز الشرطة موجود شخص عندهم زارعين شخص معين وصل لي بالمعلومات هاليوم الأمور اختلفت اختلفت كبير لأنه في كل بيت موصل اللي اضرر الموصل الأيمن والأيسان نصف الموصل ركام ونصف الآخر مدمر لازال اللي هو الجانب الجانب الأيمن من الموصل مدمر 3353 جثة انتشرت من تحت الأنقاض من تحت الأنقاض 2668 من أهل الموصل و 285 من داعش طيب هذا العدد ولا زال العدد تحت الأنقاض والأمراض احتماد تنتشر كثيرا و نرجع إلى الجثث وين راحت راحت إلى الطب العدلي طيب لازالت جثث متقطعة الأشلاء وتجيني عندها مناشدات عن طريق التواصل المجتماعي بأنه يجوني يراجعون الطب العدلي بالموصل يطلبون جثث أبنائم والطب العدلي ما يعرف أنه هذا اليد علما هذا الرجل علما معقول الطب العدلي ما يعرف فخوصات طبية على الدي انا أنا تكلمت مع رئيس مدير الصحة مدير عام الصحة لأكثر من مرة قال لي يطلب حصل لي موافقة الأمن الوطني أنا حصل موافقة الأمن الوطني لو أنت كرئيس دائرة مع هذا يعني يطلب منك أنت تحصل للموافقة معنا باسم لهالعوائل قدم الطلب وحد الأشخاص النشاطاء البنموسة توجه إلى الأمن الوطني وقال ما عدم أنا بس يغيدي الطلب رسمي من رئيس الدائرة رئيس الدائرة اليوم مرشح الانتخابات ملتهي ما يهمه جثث تحت بالطب العدلي بتحد الإشلاء قلت له يا دكتور حابض الدي ناي يقدم لك طلب أخذ فحص الدم وبعث البغداد وقال الأمن الوطني قلت له الأمن إحنا معنا قلت لك سلم الجثث أنت من تطلع الموافقة يقوم المواطنين قدم طلب الأمن الوطني موافقة أمنية إذا ماكوا علي شائبي حسن مون والرفات مل إلى متى يفقون طيب بس أستاذ سعد أكو قضية مهمة جدا النشرة تقريبا قبل أسبوع بصحيفة أعتقد صحيفة القارديان البريطانية قالت بأنه بالموصل اليوم أكو لازالت قنابل متروكة من داعش تفخيخ على مستوى لأول مرة بالتاريخ يصير في مدينة حقيقة كل شيء مفخخ اليوم يعني كل شيء حقيقة حتى مبردة مفخخة من داعش ما تقدر تفتحها تنفجر عليك طيب إذن إحنا بهذه يقول لك يا بهذه المنطقة صعب إحنا ندخلها عملية فتح هذه الألغام التخلص منها الركام اللي تمتدر وين القنبلة محتوطة بهذا الركام هي اللي تتأخر هذه الأمور إحنا نحتاج انتخابات بعد الانتخابات يلا نمشي بهذا الموضوع ما تعتقد بأنه هذه آلية معقولة تبرير معقولة لا ممعقل لا يكون جهد هندسي ما له علاقة بالانتخابات جهد الهندسي العسكري منظمات فرق متخصصة دولية بمعالجة الألغام ومعالجة متفجرات ممكن أن تقوم بهذا العمل هذا طيب انت ناشدت الطب العدلي مصحيح؟ نعم طيب ليش مناشدت مثلا خلينا نقول منظمات دولية مثلا أمام للتحدة ما راح تسمع لك؟ تقدمت أحدى المنظمات الصغيرة إلى الطب العدلي لطلب وضع فمنع مدير الطب العدلي بأنه ما عنده موافقة وما تقول يشتغلون فتوجهوا عليه توجهها مدير عامس الدكتور فلاح حسن وعدني قال أنا مستعدة تعاوم معك بس إلى متى يعني سمندخب الانتخابات مثل ما تفضلت الشهر الأول رح ندخل وصار رصير انتخابات نتائج ويتغير وإذا فاز أو يتغير رئيس الدائرة يجيب وهكذا يعني أنا أناشد الصليب الأحمر الدولي وإلال الأحمر الدولي وكل المنظمات بعمل قاعدة بيانات بعدد الشهداء عدد الأيتام الدمار حجم الدمار اللي حصل موسر خسرت 41 مليار دولار من جراء الحرب حرب دخول داعش عليها ومن جراء تحريمها طيب طيب بس شنو ذنب يعني ذنب أبو الطب العدلي أو ذنب الوزارات المعنية اليوم حتى بإعادة العمار أو الجهد الهندسي شنو ذنبها وداعش هو الذي تسبب في الدمار وهو اللي وصلنا لهذه المرحلة الناز المسؤول اليوم يقول لك فلوس ماكو حتى الموازنة يعني تكفي لبعض المشاريع يمكن حتى نص مشروع بالأنبار مثلا على سبيل المثال قالوا ما تكفينا الفلوس هذه كل المشاريع لتخطيته ما تعتقد هذا أيضا عائق موجود في 2018 بغض النظر انتخابات ماكو انتخابات هذا عائق موجود ما تعتقد بأنه فعلا العراق مجغول بأمور أصعب يريد يزيد الدخل نعم أهل الموصل شعروا بهذا الوضع طيب جيد فقامت منظمات شبابية تطوعية بعمل كبير جدا واسموها حملة الدنابر في منطقة موصل منطقة أزقق ضيقة جدا ما تدخل للشابراضي فعمل تنظيف هذه المدينة بس هذا لا يعني أنه تعفي الحكومة من هذا العمل طيب رأي جامعة متقاعد الدكتور سعد الله توفيق طيب بس اتعدك جامعة الموصل اليوم به طلال الجانب الأيسر يعني يبدو أسواقه تبدو بحالة جيدة ما نقول لك عظيمة نعم بس جيدة يعني الحياة مشت نعم لكن الجانب الأيمن إلى وضع الخاص كون المنارة الحدباء موجودة داعش أعلن منه دولته الإرهابية منناك وضعها شوية كان مختلف المدينة القديمة وضعها يجب أن يترجل المقاتلين للقتال ترجل العسكري يتعرف هذه الأمور قتال للمدين قتال صعب والقصف يعني يؤدي إلى دمار هائل لما يصير بهيش مناطق طيب يعني أنت بهذه الحالة الموضوع يحتاج يا سيدي الكريم أنت العراق لحد الآن ما بدأ الإعمار أصلا في أي مكان يعني ليش نركز فقط على الموصل لماذا الموصل أنت برأيك إعادة إعمارها يختلف عن المحافظات الأخرى مثلا على سبيل المثال نسبة الدمار 80% الموصل طيب مستشفيات دمرت 9 مستشفيات المجموعة 308 مدرسة 16 حيسكني دمر عوائل لا زالت تحت الأنقاض لا زالت أنا أتكلم تحت الأنقاض إلى حد الآن إلى حد الآن ونواب الموصل لا زالوا منتهيين بالانتخابات واليوم شوفوا يتجولون بالمناطق أنا يعني والله يعني تأسف من عضو بالبرلمان يترشح للبرلمان يفترع على عوائل يستغلم في كيس من البطاطا يضع علينا الكرت ماله أو قطعة من الدجاج المجمد يخلي اسمه علينا حتى يصوتو له وهذا هذا أقول علينا هذا عضو فاشل وعضو مفلس مفلس لأنه ما محص الشيء أنا بعد سنوات زين هذا مبادرة خير لما يجيك مرشح جديد للموصل ويجي يساعد الناس ويساعد النازحين ويقول لهم بأنه إحنا جايين نصوتونا خلينا نكون موجودين وحنساعدكم أكثر إحنا بس محتاجين إنه يصير إنه قرار هذا اللي دي دور اليوم النائب الموصل الناخبون في الموصل عددهم 907 المرشحين المرشحين نعم في أشخاص ما يحتاجهم دعاية أساتيث الجامعة أكاديميين وجهاء معروفين بالموصل بنزاهتهم راح يغيرون بس هذا ما يتغير كأيطار عام ليش ما يتغير لأنه النظام الجديد في التصويت حسب الأصوات يبقى رئيس القائمة على رئيس قائمته والأصوات من العظامة له تصعد له ويصعد من الوجوه القديمة من الوجوه القديمة يصعد فمعانا أنت النصف حيتغير نصف الأخر ما حيتغير النصف الماء يتغير هو حيقود العملية السياسية مرة ثانية فقرة على العملية السلام يعني المصر حضر هالشكل مدمر العراق كله حقاك طيب بس أنت اليوم يا سيدي الكريم تدري اليوم أكو ضغط اليوم أكو ضغط الضغط مداخلي فقط المواطنين اليوم صارت عندهم حرية بالكلام خلاص المواطن شبع إذا ما أقع التواصل الاجتماعي أو بالشارع صار يحكي كل شيء حقيقة ويقول أنا ما وبعضهم طلعوا وقالوا إحنا مقاطعين الانتخابات بكل صراحة طيب عندك ضغط دولي أكو ضغط وأكو قروض وأكو شركات اليوم دفعة أموال وده تريد مردود على هذه القروض والعراق مجبر إذا عجب أو ما عجب بأنه يبني هذه المدن حتى يرجع فلوسه وحتى يبدأ يربح وإلا بالأخير الحكومة العراقية عندها مشكلة مالية لازم يتحلها ما تعتقد اليوم هذه لما يصير قرض وشركات ملتزمة هذه الأمور مو كيف أحد اليوم واحد فاسد يبوغ أو كذا إنه مشاريع لا رح تتغير حتى ربقى الوجه القديم الوجه القديم تعلم من مشاكله مو صحي مؤتمر الكويت تغير العنوام ثقل كبير هذه القروض تدفع لها كذا سنة طيب تخلى عليها فوائد كثيرة ويحمل ثقلها مع هذا لم يدخل لها حتى هذه الساعة دولار واحد من القرض لإعمار مناطق المحافرات العراق لماذا شبرك لماذا شبرك لماذا شبرك لماذا شبرك لماذا شبرك لماذا شبرك يعني مثلا يعني هم حتى في مؤتمر الكويت كاتل مخترحات الشركات والدول أنه تدخل شركات من تلك الدول تقوم بالعمال لأنه ماكو ثقة يعني نصف تروح وين هاي وزارة الكهرباء هاي خمس طاعة سنة ليسا ما تحسن مليارات صلفت وعدة وزراء طيب ورجع مرة ثانية يرشح الوزير ويظهر من جديد ما استدعوه أنت البلمان وحاسبونه وين الجواب طيب هذا إذن يبقى الفاسد فاسد وأنا أقول من ينتخف فاسد فهو فاسد طيب بس قدت اليوم الحرب على الفساد واضحة جدا والمواطن اليوم ما يحتاج تقول له هذا فاسد لو مفاسد يعني رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلع قال يا بأني لا قاضي عدل ولا محقق ولا إنسان عندي ما عنده ما يقدر يلزم كل الفاسدين ويدخلهم بالسجن حقيقة هذه قال المحكمة هي المسؤولة عن هذه الأمور إحنا رجال نحاول نجيب أدلة وفقط أما إذا قال طوني تخويل كامل بس إذا نطول تخويل كامل رح نرجع للدكتاتورية الرجل عنده نظرة واضحة جدا عن الموضوع بالتالي الحرب على الفساد يا سيدي الكريم لا رح تخلص باتشر ولا رح تخلص بعد سنة ولا بعد سنتين العملية برأي الكثيرين الناس الواقعية يقول لك الوضع مطول بالتالي إحنا من يقدر نقول والله فساد وهذا وما رح يبني العراق وجه قديم رح يجي وكذا بالعاكس المواطن اليوم اليوم ده يطالب وأقو حتى التظاهرات يا سيدي الكريم التظاهرة إذا ما بها نتيجة ما تفت أنا لاحظ على شاشات التلفزيون عوائل لأيتام وفقراء ومرضى وعوائل الشهداء يستجدون وهم بيعا على كاميرا التلفزيون والله عيب عيب على حكومة وعيب على حكومة محلية أبناء وشهداء لليوم شهداء الموصل المسجد الرسمي اللي لدى قاضي اللي مسؤول عن العوائل معامل الشهداء سبع تلاف شهيد المسجد وبعد عدد مماثل ومماثل لدى الأمن الوطني ينتظرون الموافقات يا حكومة هذا الشهيد هاي هكذا يجاز الشهيد هكذا يجاز عوائل الشهداء عصر فولم منحة معينة لأن هذا هو كان رب العسرة استشهد من يعيش هاي المرأة مع سبعة أطفال من يعيشهم طيب بس أنت أكو قضية مهمة جدا صارت لما اتحررت مدينة الموصل طلعوا دواعش مع الأهالي وكشفوهم موجودة أفلام على اليوتيوب الآن أي واحد يريد يكتب عناصر داعش يخرجون مع النازحين أو أهالي الموصل طلعت وظهرت بالصور مع عنوينهم بعضهم قدروا وقبضون عليهم بعضهم يعني تحولوا إلى مخابرات لماذا تعتقد هذا الأمر أيضا إلى جانب هذا ملف استخباراتي صعب لا يمكن حل في ليلة وضحاها نعم بدخول داعش يوم 10-6 صوت الموصل أخرج من السجون ثلاثة آلاف سجين من مدينة الموصل 2700 تقريبا من بادوش والباقي من السجون القوات الأمنية هؤلاء بالتأكيد يعني إذا من احتفلوا بمنطقة نصة تحية بداعش وظهروا هذول ليس أهل الموصل هذول عوائل السجناء ولا توجهت اتهامة ابن الموصل عدا نفر ونظال خرج عن عائلتي عن عشرتي وهذا قسم منه حتى تبرأوا منهم في من عوائل تبرأوا من أولادهم يعني بس هو الغالبية هذول من عوائل السجناء اللي محقوين بالعدام أو بقضايا جرائم كبرى هذول الأكيد يطلع يصفق ويعيد دخول داعش لأنه خرج من السجن هذول ليس أهل الموصل هذول الموصل ناس أبات وناس أصحاب غيرة وأصحاب شهامة وناس ما يحبون كواحد يجيب خراب على مدينته طيب بس مفوضية الانتخابات وزعت نسبة لا بأس بها من البطاقات للناخبين وتحديث للبطاقات والآن اليوم بالعكس المواطن الموصلي إن كان نازحا أو إن كان في الموصل نفسها هو فعلا يتأمل على الانتخابات بشكل كبير جدا إذا ما رح تتغير الوجوه وما رح يتغير الوضع مثل ما حضرتك تتكلم شكو هو هل قهيش مصر بالعكس المواطن اليوم بالموصل يعني خالفك وشايف بأنه لا رح يصير تغير ولا ما كان شارك بالانتخابات العدد النسبة جدا قليلة طيب يعني 25% بالتحديث جيد هذه عالمة يعني مؤشر غير جيد هذا أنا لو أنا حاليا مهجر بس لو نازح في خيمة ويجي لي عضو البرلمان أو المرشح العفو ما انتخبه لأنه ما انقدم للأنبي لأنه من رح انتخبه رح مير صل البغداد رح ينساني بعد رح ينسى فعلا هو نائب عنك هو نائب عنك أنا حنتخبه أنا حضر أنا من انتخبته رح يسعد وبصعوده رح ينساني يحي ينتهي بامتيازاته ويمتهي بوضعه يبعيش المزنازحين يعيش العيتام شنو الشهداء شنو كده الموصل أنا قلت لك قبل شوية دكتور رئيس جامعة متقاحد نعم هاليوم متبني حملة لرعاية العيتام ومنظمة خيرية متكاملة الدكتور سعد الله التوفيق وبنى عدة شقاق سكنية لحواله هالي وكثير من المنظمات الخيرية ويعني الإحصائية اللي عندي طيب ثلاثين ألف امرأة أرمل ويتيم وسجلين هذا رقم ليس قليل ثلاثين ألف وسجلين لدى المنظمات الخيرية قد لقلهم مساعدات من المواطني ومن عوائل داخل العراق وخارج العراق هذي واجبات أنت يا عضل برلمان وين رصيدك قدمت شيء لهذه العثام هذه قدمت بس إعلاميا تقدم لهم كيس من البطاطا وكيس من البصل هذا حيب بس اليوم المرشحين عندهم لغة واضحة جدا يقول لك إذا أنت ما رح تشارك بهذه الانتخابات فأنت ما رح تغير رح تبقي على الوجوه الفاسدة ورح تبقي على الوضع كما هو عليه ورح تبقى بخيمتك يا نازح هذول الوجوه الجديدة اللي ديحشون الشكل أنا مع الوجوه الجديدة طيب عندي أمل في الوجوه الجديدة أما القديمة جرب زي أن النازح ليش ما يصوت لهم اليوم سؤال ليش يعني أنت تقولي 25% ونسبة ضعيفة ويتركك وينساك ليش ما يصوت لهم الحل للنازحين الحل لهم بسيط جدا وهو أكون هناك من حل النازحين أعطيه مليونين خمس ملاعين ويرجع إلى داره يقوم يرم داره من جديد والتاجر أو المحل البقالة يرم محل من جديد أو إذا قل ما عده ميزانية لعد وين ميزانية 18 شنو ما عندك ميزانية وين ميزانية 2015 2016 2017 ميزانية محافظة نينوى وين راحت ثلاث سنوات محافظين قاعدين بربيل كانوا سواء السابق ولاحق ما استلموا استلموا الفلوس وين راحت هاي ما المحافظة نينوى ما هي واضحة فساد فساد بس هم دي يقول لك اليوم إحنا 2018 الميزانية ما راح تروح بهذه الطريقة اللي راحت بها السنوات الماضية السنوات الماضية فاسدين اللي يأخذوها اليوم عندك وجوه جديدة الكل مصرة إنه تبلط الشوارع تبني البيوت ترمم الجسور تعيد الكهرباء تعيد تصفية المياه السدود كلها هذي اليوم نظرة يقول لك هذه الميزانية بلعكس راح نستفاد منها مئة بالمئة للمناطق اللي صرفت إلها الموصل أعلن عن تحريرها في 31-8-2017 طيب من شهر الثامن إلى الآن لم نشاهد أي تحرق به المجال هذا ما عدا منظمة الدولية اليوم بيدي والمنظمات الشبابية اللي تقوم بمدينة الموصل بتطوعية الأولى هذا أولى الشباب حتى كثير من الأطباق يقومون بعمليات مجانية والآن نسعى إلى أن تكون عيادة وصيدلية خيرية بمدينة الموصل لمعالجة عوائل الشهداء والمعاقين يعني منظمات وكثير من منظمات الاجتماعية بالموصل النسائية كانت أول شبابية قاموا بمساعدة العوائل ويزورهم إلى بيوتهم أما كحكومة ما شفنا أي نتيجة لا من الحكومة المركزية ولا المحلية طيب إحنا ليش بس اللوم الحكومة المركزية والحكومة المحلية هذه حكومة واجهة أعطى التنظيمات الأقوى هجمة إرهابية بالتاريخ صارت واجهتها وتعرضت إلى فساد يمكن أقوى فساد في التاريخ حتى ترامب يعني يضحك على الموضوع ونكت عن الموضوع الفساد اللي عندنا طيب هسا خلنينا نجي ليش المنظمات الدولية مثلا وعودها ونبني العراق وبس يتحرر قبل تحرير الموصل صحيح كل هذا كلنا سمع من المنظمات الدولية وينها ليش إحنا فقط بس لهم حكومتنا ما هم أيضا هم غدروا بينا وصرنا بمرحلة قروض ودخلنا في وضع لا نحسد عليه يعني شنو بيدي الحكومة مثلا غير القروض ما بيديه ما حد ما حد منه ننطل منح منه ننطل حتى أمريكا أول أول ناس نطلوا فلوس قالوا يا با تفضل مبروك هذا قرض يعني فما تعتقد بأن الموضوع مو فقط إحنا قاعدين الحكومة المركزية لو تقدر أن تجمع المبالغ اللي في أرصدة الفاسدين وهم يعرفوهم بالأشخاص لتبني العراق المنظمات الدولية اجتمعت في مؤتمر الكويت واتنصلت من بعودة وحولت من منح إلى قروض مثل ما تقلمنا وليدخل العراق لحد الان دولار واحد وجاءت منظمة لأعمار جامعة الموصل لأعمار جامعة الموصل ومنظمة دولية فرنسية لأعمار مينارة الحدبة وجامعة الحدبة وقالوا من أطعونا مدة خمس سنوات خمس سنوات وين خمس سنوات يعني تنتهي هذه الدورة الانتخابية تبدأ دورة الانتخابية جديدة وسنة همينة فوقها إذا صدقوا في كلام لعاد البيوت المهدمة على أصحابها وآلها دوحة الأنقاذ من وحي يطلع طيب بس إنته أكو تحركات خلينا نكون صريحين اليوم أكو تحركات السيد أسامة النجيفي مثلا على سبيل المثال إجي وطلع أولام الحكومة العراقية أولام رئيس الوزراء العراقي وقال يابا أحنا هنجمع تبرعات وأنا متبرع بمئة مليون دينار لإعادة المنارة الحدباء اللي هي رمز للعراق هي مو رمز لداعش الأرهاب هي رمز للعراق وتراث مهم جدا بكل عراقي من الشمال إلى الجنوب طيب هو الآن قال احنا نجمع تبرعات ونهتم بنفسنا بمدينتنا إلى أن الأمور تتغير وتنحن طرح هذا الطرح وأيضا عندك الإمارات كانت مهتمة أيضا بإعادة أعمار منارة الحدباء مثلا على سبيل المثال أو الجامع الموجود الجامع الكبير الموجود بالموصل يما تشوف بأنه هذه التحركات موجودة يعني بس الوضع يعني يحتاج وقت والله أنا رأي منارة الحدباء إذا عمرت أو لم تعمرت عمر مستقضلا بس أكو ناس لا زالوا في الخيام في الشتاء والصيف قضر وسهل حجيم الصيف وعوائل يعني فقر ومرض وحتى أمراض الجرب صار بهم هذا هو الأولى أولى يعني أولى بالتبرعات نعم أستاذ أسامة خلي عمر له أحياة سكنية هذه الفلوس الثلاث سنوات الميزانية كانت تبني بها شقق واطعت الكلفة في أطراف نينت الموصل ومن هذا قل كان يحاول نازحين فيها أحسن أن يقوم بالخيام بالمنطقة اللي هم نازحين فيها تقصد يبنونهم منطقة في منطقة الغزلاني موجود منطقة الغزلاني منطقة واسعة يبنون بها مئات من الشقق واطعت الكلفة وأنقل النازح لحين إعمار منطقة السكن مالت اليوم تجي المنظمات الدولية يسوهم مساح ويسوهم كالشي ويروحون بعد شهرين ثلاث يجي تجي أخرى وماكن نتيجة نحن إذا ما نتحرك بنفسنا يعني هاي مسؤولية رئيس الوزراء ومسؤولية الحكومة المحلية في إعادة النازح وإعادة المواطن إلى كرامته وإلى عزه وإلى قدره بس الحكومة العراقية رجعت أكثر من 50% من النازحين اليوم إلى مناطقهم في صلاح الدين أو حتى نموصل إلى جانب الأيسر أو إلى الأنبار رجعوا كمية كبيرة جدا قبل الانتخابات ما تشوف بأنه الحكومة أنجزت بظروف مهلكة وصعبة في إعادة النازحين ما تبقى من النازحين يريدون يعتنون به يريدون يصفون وضع الأمني يريدون يعيدون أعمار بيت شون يرجعوا بيت مدمر مثلا بالجانب الأيمن ما راح يقدرون عشرة آلاف سبعمائة وحدة سكنية في الموصل المدمر طيب هذا عدد مو قليل جيد يقدروا شون ترجعوا بيت مدمر ترجع عن طيق منحة من النازحين عن طيق خمس ملائين لكل مواطن بيت موجب كشفات رسمية يقوم هو يبني له برفة وصالة ويقعد بيها أحسن ما قاعد في المكان هذي يطيق يعالج نعم الشهيد أنطيم مبلغ خمسمائة ألف شهريا لما تكمل معاملة الشهيد نايمة المعاملات بالأمن الوطني وتطلع بإعداد قليلة وعلى ما تطوح المعاملة وعلى القاضي الشهداء من 2003 إلى 2014 وقت القاعدة إلى قبل شهرين عوضوا بوجبتين إنت رح يعوضون ذوق إنت رح يتعوضون ذوق فساد لو استهداف لا والله فساد مو استهداف لا استهداف فساد أنا أتوقع فساد مرض 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 السرطان مرض السرطان عنده مليار قد يعمل مليارين زين أكو منطقة بالموصل والتحدثتني عنها قلت لي هذه المنطقة أو المدينة ما سقطت دخل داعش إلى الموصل ودخل ووصل إلى حقود قريبة من بغداد دخل معد قضاء واحد هو القوش القوش ليش يعني ليش داعش ما أنت من أهالي الموصل اللي حتين القوش هي منطقة مسيحية بها عشرة أديرة وكنائس ومنطقة حدودية مع دهوك ما دخل وصل يعني دخل الحمدانية تلسقف باطناية باطناية تلسقف وقف لأنه فيها أحد قبور الأنبياء نبي الله نحوم وهذا قبر فما وصل إلى هذا المكان وهذا ضريح تابع لليهود نعم داعش فجر كل الأضرح وفجر كل القبور طيب فجر مساجد بحجته ممكن أدخل إلى جامعة النبي شيت في ضريح ينقل هذا الضريح إلى قبور المسلمين ليبقى الجامعة على وضعته أدخل إلى النبي يونس ينقل الضريح من مكانه إلى قبور المسلمين ليبقى النبي يونس على مكانه ليش مدخله يعني شو نوضح للمشاهد يعني ليش مدخله مثلا هو واضح يعني من السؤال يعني مؤامرة يعني قصده يعني شنو السبب يعني هما دمروا كنائس وقتلوا مسيحيين وطردوهم وهجروهم لا المسيحيين ما تعرضوا القتل نعم دمروا كنائسهم زين يعني 63 مسجد وكنيسة بدون العبادة دمروا في الموصل زين المسيحيين خرجوا وبدون أي أي استهداف أكثر شيئا تضرروا من الأقليات هم الأيزيدية تضرروا يعني بعدد كبير جدا أما المسيحيين خرجوا إلى خارج الموصل وأنا قل لك تضرروا ماديا وحسن بيوتهم رجعت وكل شيء رجعت عن مكانه زين احنا بقناة التغيير هنا جدا قناة صريحة وعدنا مراسلين موجودين في محافظات العراق وعدنا مراسلنا راح إلى جامعة الموصل ودخل بين الطلاب وسألهم عن الوضع بالانتخابات ومشاركتهم ونظرتهم الأغلبية أكدوا بأنهم مدى ينظرون للانتخابات بنظرة إيجابية بنظرة أنها راح تغير هؤلاء طلاب ناس مثقفة ناس تدروس ناس مهتمة في مدينتهم وفي عراقهم طبعا يعني هذا الشباب الموصل اليوم ينظر بهذا الشكل للانتخابات ليش هذه النظرة المعاكسة اللي موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي ومقاطعة مقاطعة وما تغير شي ولا تصوتون هذا الشباب اليوم هذه نظرة شجاعة للشاب العراقي دي يشوفها إنها مرحلة مفصلية غير عن الانتخابات اللي راحت المرشحين اللي ظهروا من الجدد أكثر من الأكاديبيين ممثقفين أو دباء أساتذ الجامعة عسكريين قادة ضباط إلهم مكانتهم وسمعتهم الطيبة نعم أنا معه المرشح الجديد لعله يحصل تغيير معين أما القديم جربناه وما حل وهالساعة بدأ نشاطه ينزل يفتر بين الناس ويقعد بالأرض مع المواطن ويسولف معانه وين كنت أربع سنوات وين كنت الجرح كان ينقلون إلى أربيل ينتظرون سيرة يريدون أحد يعليهم ما يحجم أنا شدت عن طريق التواصل الشناعي وشكلت فريق نينو والطبي واستجاب شاب مقيم ذو الفقار بالتلبي طلب وجمع عنه عشرة مقيمين جيد في مستشفى أهلي وينضموا إليهم بعدين فيما بعد أخي الصائيين وقام يعالجون أثناء عمليات تحرير موصل كثير من الجرحة وعمليات البتل وما بتل هم قام يعالجون نعم طيب أما كان على المسؤول الموثل الموصل عندي إمكانية كان يشتري ما نقول إشتري يأجر كان مستشفى في أربيل ويعالج كل الجرحة وعندي الإمكانية طيب والمساعدات الإغاثية نعم لأهالي الموصل نعم أنت عندك معلومات أفضل من أي شخص ثاني نعم المساعدات ما تتكفي اللي ده تجي من المنظمات الدولية ومن الحكومة العراقية اليوم هذه الشكاوى قلت بالإعلام ويبدو الأمور حلت أنت تدري الشيء لمزيئ ما نحشي بي بس لما تصير المشكلة كبيرة لا تنحشي بشكل كبير جدا هذه المشكلة على ما يبدو حلت بالمساعدات ده توصل كافية نعم لأنه عدد من النازحين رجعوا إلى دورهم طيب وقسم رجعوا إلى الجانب الأيسر بكلفة إيجار غالية بس ما حدا حمشي أموره يعني يمارس عمله اليومي في سبيل مشي أموره فلهذا موسأة الإغاثة يعني يعني ما شي الأمور بها ما كنت نعمه طيب بالنسبة للجانب الأيمن أنت قلت أنت إنسان ما متفائل ومدى تشوفي أنه الجانب الأيمن راح ينبني بسبب الوجوه القديمة ولكذا طيب يعني هذا الحال إذا طال على سبيل المثال المواطن الموصلي شنو اللي يباله شنو اللي يفكر به يعني مثلا أنت رجل عندك اتصال مباشر بالموصليين موجودين بالموصل شنو فكرته يطلع يهاجم مثلا من العراق يبقى بالعراق يروح إلى محافظة أخرى طبيعة المعاناة المواطن اليوم شنو طبيعته هل هو دا ينظر أنه راح يرجع فعلا يرمهم بنفسه تتحجي عن وحدات كثيرة جدا سكنية مدمرة نعم أكو أحياة سكنية استطاعت الشباب أن يقومون بعملية رفع الأنقاض وحتى أحد الفرق تقود أحد البنات ومع مجموع شهر استطاع أن ينقذوا من تحت الأنقاض عدد كبير من الجثث ويوصلوها إلى الطب العدلي ولكن هذا العمل لا يكفي لما حصل في دمار من هذه المدينة لأشرة آلاف سبعمائة بيت مدمر وتدمير كامل لست عشر حي سكني ولا زالت جثث تحت الأنقاض ونحن منتهيين بالانتخابات وتركين الناس تحت الأنقاض اتقوا الله في الناس بس الانتخابات مهمة احنا ما نقدر مباشرة نركز على أمور ثانية ونترك الانتخابات الناس اليوم في الانتخابات شايفين شايفين شي عظيم شايفين شي تغيير يعني كل الناس اليوم بهذا الشكل تنظر يقول لك أجل كل شي خلنشتغل على الانتخابات ونزاهته مئيك فيك المفوضية مشغولة بهذه الإجراءات ومخالفات هذا اليوم الشاغل للعالم حقيقة يعني الانتخابات سين موعدة 12-5 ستأخذ لفترة تزر النتائج وفترة طويلة على ما يجتمع مثل النواب وتشكيل الحكومة أخذ وقت طويل وعريثي التحالفات وأحطي سجالات كثيرة واحد يسعد واحد ينزل وأحتأخذ وقت لا تقل عن أربعة إلى خمسة شهر طيب بس إحنا صبرنا من 2014 إلى حد الآن على غزو إرهابي حاولنا بالانتخابات 2014 نطلع بنتيجة والنتيجة كانت القضاء على الإرهاب بشكل تام بعد ما أنراهني الكثير بأنه العراق رح يسقط العراق رح يوصل إلى هذه المرحلة لا سامح الله لكن اليوم حققنا نتائج من الانتخابات الماضية واليوم رح نحقق نتائج إعادة أعمار العراق هذا الرجل رئيس وزار العراق يقول إحنا رح نقضي ولا نرحم الفاسدين وسنعيد أموال الشعب هذا كلام الرجل كلام مقبول ولو بس نريد تطبيق على الواقع وجبت لك مثال وزير كهرباء طيب تم استدعاه إلى البرلمان طيب وتم عرضه قضايا مع الفساد والجسور اللي انفتحت مراح رئيس المزراء العراقي يفتح جسر جسر واحد الموصل بيها خمسة جسور طيب وخمسة جسوره كان فيه زخم الجسر والجسرين نعم يمشي عمل بس هذا يغاد بعد وجهد إضافي لإكمال بقية الجسور نعم طيب بس يعني خلينا نكون اليوم أكثر صراحة الشرطة اللي موجودين في الموصل بعد أكو عناصر كثيرة دي يظهرون ودير يدون يوظفوهم توظفهم الحكومة العراقية نعم ليش أكو تباطئ في عملية توظيف شرطة مدينة الموصل أو رجال الأمن من مدينة الموصل وهذا الموضوع موجود أيضا في الأنبار حقيقة نعم شنو اللي دي أخر الموضوع ثلاثة ألف مفصول من الشرطة المحلية بسبب بقائم داخل مدينة الموصل وعدم خروجهم خارج موصل أثناء الأحداث لظروف معينة عائلة ما تقتلع مسؤول عن عائلة كبيرة روح الأربير ما عنده مبلغ أو يطلح إلى دهوك أو يطلح إلى بغداد أو يطلح إلى أي محافظة ما عنده إمكانية أن يأجر ويهن يعيش بالشارع فنجبر أن يبقى بالموصل فأدعو وزارة الداخلية إلى إجراء التدقيق أمني اللي عنده وضعه الأمني ما يساعد يأخذ مجرانه القانوني واللي صفحته بيضاء يرجع إلى وظيفته لأنه وراهم عوائل وقسم سالم 15 و 16 سنة بالخدمة وعوائل كبيرة بخلفهم ممتاز الباحث في الشأن الموصلية الأستاذ سعد يوسف الصائغ شكرا جزيلا على مقابلتنا أشكرك وأشكر قناة التغيير وأشكرك جمهوري الكريم أشكرك عزيزان المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أنا محدثكم محمد الأدهمي إلى اللقاء